موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام عزيز الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كليتي العلوم الإنسانية والاجتماعية قسم الدراسات الإسلامية والقرآن الكريم واللغة العربية أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات الإعجاز في القرآن الكريم وكنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة تحت عنوان الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم والتي بينا فيها رحمة الله تعالى في الإعجاز التشريعي وكما بينا مفهوم الإعجاز التشريعي ثم تطرقنا إلى نماذج وصور من الإعجاز التشريعي وأخيرا بينا في الحلقة السابقة شهادات علماء الغرب وغيرهم للإعجاز التشريعي في القرآن الكريم والآن وبإذن الله تعالى نبدأ الحلقة الجديدة وهي بعنوان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ويتوقع منك عزيز الدارس في هذه الحلقة أن تحقق الأهداف التالية واحد أن تعرف مفهوم الإعجاز العلمي للقرآن الكريم اثنان أن توضح الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي ثلاثة أن تميز بين الإعجاز العلمي والإعجاز التشريعي أربعة أن تبين موقف العلماء من الإعجاز العلمي وضوابطه خمسة أن تشرح أبواب ومجالات الإعجاز العلمي ولتحقيق تلك الأهداف نتناول الفقرات التالية 1- مفهوم الإعجاز العلمي للقرآن الكريم 2- الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي 3- الإعجاز العلمي والإعجاز التشريعي 4- موقف العلماء من الإعجاز العلمي وضوابطه 5- أبواب ومجالات الإعجاز العلمي والآن نبدأ بالفقرة الأولى وهي بعنوان مفهوم الإعجاز العلمي عزيزي الدارس قبل أن نعرف الإعجاز العلمي نريد أن نؤكد أن القرآن الكريم المعجزة الخالدة والباقية إلى قيم الساعة فيه الهدى والنور والرسالة الإلهية إلى البشرية كما يحمل الحجة والبرهان والدليل على صدق هذه الرسالة فهو الشاهد والمشهود عليه كما قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومعنى الآية أفمن كان على بينة من ربه كمن ليس كذلك والبينة البرهان الذي يدل على الحق والمعنى ويتلو البرهان الذي هو البينة وهو شاهد يشهد بصحته من القرآن أو من الله عز وجل والشاهد هو الإعجاز الكائن في القرآن الكريم أو المعجزات النبوية وهكذا يتبين أن القرآن الكريم هو رسالة ومعجزة من نزل عليهم ولمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة أما مفهوم الإعجاز العلمي فله تعريفان هما التعريف الأول يعرفه الشيخ الزنداني بأنه مجيء القرآن الكريم بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الحقيقة التي ذكرها الله في قوله سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون التعريف الثاني حديث القرآن عن حقائق مخلوقات الله تعالى وأشرارها سواء في النفس أو الآفاق سابقا بذلك مقررات العلم الحديث والتي لم يصل إلا إلى الطرف اليسير منها وقبل وقت قريب عند تقدم العلم البشري ووسائله وبعد جهود مضنية ففي القرآن ما يزيد عن ألف آية تتحدث عن معالم هذا الكون وذكر مفرداته من سماوات وأرض وشمس وقمر وكواكب ونجوم وبشر وبحار وأنهار وأمطار ورعد وبرق إلى آخره بل جعلها بعضهم في صنوف العلوم فذكر أنها في الرياضيات في الفيزياء في الكيميا في الفلك في علم الفضاء والزراعة في علم الأحياء والجغرافية في علم الكون وتاريخ الأحداث الكونية وانطلاق من اهتمام المسلمين بكتاب ربهم تعالى كان مثل هذا العمل من قبل علماء الإسلام ومفكريه خاصة وأننا نعيش اليوم في عصر العلم وهو عصر توافر فيه للإنسان من المعارف عن الكون ومكوناته ما لم يتوافر من قبل على الإطلاق جعل منه أهمية عظمى في توضيح العلم لخدمة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة لإدخال قطاع عريض من الناس في دين الله فهو أعظم وسيلة من وسائل الاحتجاج لهداية الناس إلى الحق عزيز الدارس كان ذلك مفهوم عن الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي ففي ضوء ما تقدم معنا من تعريف أهل العلم للإعجاز العلمي يعرف أيضا التفسير العلمي للقرآن الكريم بأنه توظيف أهل كل جيل المعارف المتاحة لهم من نظرية موجودة أو فروض وقوانين وحقائق علمية قطعية كل هذا يوظف في حسن فهم دلالة القرآن ويقول الإمام الذهبي التفسير العلمي هو التفسيرات التي تحكم الإصطلاحات العلمية فيها بعبارات القرآن ويجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية فيها ومن خلال ذلك يتبين أن الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير تتمحور بل هي فروق تتمحور فيه واحد من حيث الموضوع فموضوع الإعجاز العلمي الحقيقة العلمية بينما موضوع التفسير العلمي كل المعارف سواء كانت فروض نظريات أو حقائق علمية فكل آية قرآنية إشارة إلى ظاهرة يعمل المفسر فيها عقله وبما عنده من علوم اثنين من حيث الزمن فالإعجاز العلمي ظهر حديثا عندما تقدم العلم وأصبح يملك من الوسائل التجريبية ما بها توصل إلى مكتشفات سواء في النفس أو في الآفاق أما التفسير العلمي فهو قديم بقدم منشأ علم التفسير ذلك لأن من آيات القرآن كما تقدم ما لها ارتباط بالحديث عن ظواهر الكون المختلفة ومن ثم فإن المفسرين تناولوها بالتفسير والبيان وبينوا ما أشارت إليه من علوم بحسب طاقتهم ومعارثهم ثلاثة من حيث التفسير التفسير العلمي يصرف الآيات لمعنى معين أما الإعجاز في الآيات فلا محل فيه للتناقض إذ هو يكشف عن حقائق علمية لم يثبتها العلم إلا متأخرا بينما أشار إليها القرآن منذ قرون ولكي لا يتحول الأمر إلى مطعن في الدين بدلا من كونه وسيلة من وسائل الاحتجاج للحق الذي جاء به فقد وضع العلماء عددا من الضوابط يجب تحققها في إظهار الإعجاز في إظهار الإعجاز العلمي وهي ما سنبينها في ثنايا الوحدة عزيز الدارس والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الإعجاز العلمي والإعجاز التشريعي سبق أن بينا الإعجاز العلمي وعرفناه بأنه الإخبار عن حقائق علمية لم يكن بالإمكان معرفتها في الزمن الأول بسبب عدم امتلاك آلة ذلك ووسيلته ثم جاء العلم اليوم فبينها فوقع بها الإعجاز والتحدي أما الإعجاز التشريعي فهو ما يتعلق بالأحكام الشرعية المذكورة في القرآن المطلوب من المكلف أداؤها أو الانتهاء عنها دون بيان حكمة التشريع ثم جاء العلم اليوم بينا بعض حكم التشريعات ومن ذلك الضرر الناتج عن أكل الميتة والدم والأضرار المترتبة على زواج المحارم والوطء في زمن الحيض وقل مثل ذلك هي ما طلب فعله كالصيام وإرضاء الأم وليدها وأكل النفساء من الرطب وغيرها ولا شك أن كل هذا يتعلق بجانب واحد من جوانب الإعجاز التشريعي وهو الجانب العلمي لكنه كجزئية من حكم هذا التشريع ومما تقدم عزيز الدارس يتبين الفرق بين الإعجاز العلمي والإعجاز التشريعي الإعجاز العلمي يقع فيه الإعجاز والتحدي بالحقيقة العلمية الإعجاز التشريعي يقع الإعجاز فيه والتحدي ببيان بعض الحكم من هذا التشريع أداء أو كفا وانتهاء وإن كان المسلم يقوم بتطبيقها بغض النظر عن الحكمة أو الفائدة لأن ذلك عبادة عزيز الدارس والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح موقف العلماء من الإعجاز العلمي وضوابطه عزيز الدارس أما موقف العلماء من الإعجاز العلمي فسوف نوضحه فيما يلي لقد كثر الكلام في موضوع الإعجاز العلمي واختلف العلماء في مواقفه امتجاهه ويمكن إجمال ذلك في ثلاثة مواقف الأول التوسع فيه والتحمس له حيث ذهب هذا الفريق إلى جعل القرآن مادة للأبحاث العلمية والنظريات فحملوا الآيات ما لا تحتمل فوقعوا في أخطاء كثيرة أما الثاني فهو الإحجام وإنكار هذا الوجه من الإعجاز وهم بذلك أيضا وقعوا في خطأ آخر حيث عالجوا الخطأ بالخطأ أما الثالث وهم فريق الوسط الذين أقروا بهذا الوجه من الإعجاز مشترطين في ذلك القواعد والضوابط التي سيأتي ذكرها معنا وهذا هو الرأي الراجح والصحيح والذي عليه غالب علماء المسلمين في هذا العصر أما ضوابط الإعجاز العلمي فسنتناولها فيما يلي إن ديننا الإسلامي هو دين العقل والعلم فيقتضي ذلك منا أن نستفيد من كل مخرجات العلم لتقوية الإيمان وتثبيته وكذا الإثبات لغير المؤمنين بأن الإسلام هو دين الحق إذ من المستحيل أن تتناقض حقيقة علمية في آية قرآنية مع حقيقة من حقيق العلم الحديث لكون مصدرهما هو الله رب العالمين وقد جعل العلماء لذلك عددا من الضوابط عرفت بضوابط الإعجاز العلمي وشروطه وقواعده وهي على النحو التالي واحد اعتماده على اللغة العربية وقواعدها اثنان حضوعه لقواعد التفسير النصوص كأحكام العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم وما إلى ذلك من قواعد ثلاثة أن لا يتعرض مع النصوص الدينية ولا يخالفها بحيث لا يمكن الجمع بينهما بحال أربعة الاعتدال في الأخذ به فلا يكون متكلفا ولا يكون فيه تأويل للنصوص خمسة الاعتماد على الحقائق العلمية المسلمة لا على النظريات والفروض التي غالبا ما تتغير وهنا ننبه عزيز الدارس أنه لا يجوز أن نوظف في الإعجاز العلمي إلا الحقائق العلمية القاطعة لأننا نريد أن نبين به ونتبت للعالمين مسلمين وغير مسلمين أن هذا القرآن حق وما دعا إليه حق ومن المستحيل أن يحصل بين الحقيقة العلمية والآية القرآنية تعارض وإذا ظهر لنا ما قد يفهم أنه تعارض فهو ناتج عن أحد أمرين إما جهلنا بالحقيقة العلمية أو جهلنا بمعنى الآية أو جهلنا بمعنى الآية عزيز الدارس كان ذلك عن موقف العلماء من الإعجاز العلمي والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة لنوضح من خلالها أبواب ومجالات الإعجاز العلمي إن أبواب ومجالات الإعجاز العلمي كثيرة وواسعة إلا أن تناولنا لها سيكون وفق قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفب ربك أنه على كل شيء شهيد ومن الآية الكريمة يتبين أن مجالات الآيات التي جعلها الله في مجالين واحد الأنفس التي دعان الله تعالى في موضع من القرآن الكريم إلى التفكر فيها وإعمال عقولنا قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون اثنين الآفاق الكون الأرض والسماء وإليك عزيز الدارس توضيح ذلك مبتدئين بالمجال الأول الأنفس وسنوضح هنا كلا من أولا خلق الإنسان ثانيا وظائف أعضاء جسم الإنسان وإليك أولا توضيح خلق الإنسان واحد أصل خلق الإنسان مما جاء في خلق الإنسان في القرآن الكريم قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون وقال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا فالآيات تتحدث عن نشأة الإنسان وأن ذلك كان من طينة الأرض التراب والإعجاز اليوم في هذا يتمثل في العناصر التي يتكون منها جسم الإنسان إذ بعد تحليله وجدوا أنه مكون من ستة عشر عنصرا أولها الأكسجين وآخرها المنجنيز ولما حلل العلماء القشرة الأرضية الخصبة وجدوها أنها مكونة من نفس العناصر التي وجدت في جسم الإنسان فمن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الأمي الذي عاش في أمة أمية بمثل هذا فضمنه الكتاب الذي جاء به القرآن الكريم ليس أحد سوى الله الذي خلق هذا الإنسان وأنزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فكان سبحانه عالما بما خلق فجعل ذلك في كتابه الكريم ليكون شاهد حق بأنه حق وصدق بأنه حق وصدق فيما تضمنه وأخبر به وهو كذلك وسيظل إلى قيام الساعة اثنان أطوار خلق الإنسان يقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هذه الآيات التي بين أيدينا تبين بصورة جلية مراحل تكوين الجنين وأطواره التي يمر بها ذكرها الله تعالى قبل أكثر من أربعة عشر قرن خلاف ما كان عليه حال الأمم من تصورات بأن الجنين يخلق من دم الحيض هذا الوهم تخيله أورستو وظل الناس على ذلك طوال ألف عام ولم يتخلصوا من هذا الوهم إلا في القرن السابع عشر الميلادي بعدها أتوهم الباحثون فكرة الخلق التام لأن جميع ما يشاهده الناس لجميع الكائنات الحية من صور للنمو إنما هو بالزيادة حجم الكائن الصغير ولم يتخلصوا من مثل هذا الوهم أيضا إلا في القرن الثامن عشر الميلادي وهكذا ظل العلم في قصور ولم يستطع علماء الأجنة تتبع التطورات التي تحدث في جسم الإنسان في جسم الجنين البشري وزمن حدوتها إلا بعد الأربعينيات من القرن العشرين وبخاصة بعد أن تمكنوا من النظر إلى الجنين بوضوح بل وتمكنوا من النظر إلى داخل أجزاء الجنين وأن يصلوا إلى تحديد نفس المراحل التي ذكرها القرآن وكان ضبطها على يد عالم كندي يدعى كيث إيل مور ثانيا وظائف أعضاء جسم الإنسان واحد الناصية قال تعالى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة نجد جمهور المفسرين السابقين يقولون في تأويلها بأن وصف الناصية بالكذب والخطيئة ليس وصفا لها وإنما وصف لصاحبها ومنهم من تركها دون تأويل لقد قالوا هذا بحسب علمهم وهو تأويل مقبول شرعا وعقلا ولغة ولكن الإعجاز اليوم فيما جاء به العلم الحديث يقول البريفوسور كيث إيرمول موران المعلومة التي نعرفها عن وظيفة المخ لم تذكر طوال التاريخ ولا نجد في كتب الطب عنها شيئا فلو جئنا بكتب الطب كلها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعده بقرون لم نجد ذكرا لوظيفة الفصل الأمامي الجبهي لم نجد ذكرا لوظيفة الفصل الجبهي الأمامي الناصية ولن نجد له بيانا ولم يأتي الحديث عنه إلا في هذا الكتاب القرآن الكريم مما يدل على أن هذا علم الله جل وعلا الذي أحاط بكل شيء علما ويشهد أيضا بأن محمدا رسول الله حقا إن العلم الحديث اليوم يذكر أن الناصية هي المسؤولة عن سلوك الإنسان فإن أراد صاحبها أن يكذب فإن القرار يتخذ في الفصل الجبهي للمخ الذي هو جبهة الإنسان وناصيته وإذا أراد الخطيئة فإن القرار يتخذ كذلك في الناصية وما الجوارح إلا جنود تنفذ لها قراراتها فمن يترى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الناصية هي مركز القيادة والتوجيه في الإنسان والدواب إنه العلم الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قال سبحانه كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة الأمر الآخر الإحساس في الجلد قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما جاء العلم الحديث وأخبر بوجود عشرات الآلاف من خلايا الإحساس بالحرارة والبرودة على جلد الإنسان ووظيفة هذه الخلايا إيصال الألم إلى المخ ليشعر الإنسان بكل كيانه بالألم أما بعد احتراق الجلد فإن هذه الخلايا تكون قد اختفت وبالتالي يختفي معها الألم مما يقتضي تبديل الجلود بغيرها ليستمر الإحساس بالألم وهو ما ذكرته الآية الكريمة قبل العلم الحديث بمئات السنين إنه كلام الله المعجز في ألفاظه والمعجز في علومه وبيانه وغير ذلك من وجوه الإعجاز عزيز الدارس كان ذلك المجال الأول من مجالات الإعجاز العلمي وهو الأنفس وبتلك الفقرة نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة وقد تناولنا فيها مفهوم الإعجاز العلمي للقرآن الكريم الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي الإعجاز العلمي أيضا الفرق بين الإعجاز العلمي والإعجاز التشريعي موقف العلماء من الإعجاز العلمي وضوابطه نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة والتي سنكمل فيها ما تبقى من أبواب الإعجاز العلمي وكذا موضوع الإعجاز النفسي والعددي ونأمل التحضير لها وإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة